طيب الاخر عبدالله شيخ كان يسأل عن حكم المرأة التي تكتب على زوجها وتخرج بدون إذن وعلم حق الزوج حق عظيم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الحديث الصحيح لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد فأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عنه لما أتته امرأة فسألت عن زوجها يعني ما قدره في الشرع فقال صلى الله عليه وآله وسلم هو جنتك أو نارك وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المرأة إذا صامت خمسها أن إذا صلت خمسها وصامت فرضها وأطاعت زوجها فلتدخل الجنة من أي أبوابها تشاء إلى غير ذلك من الأحاديث التي ورد في بيان عظم الزوج كما أنه إذا ذكر حق الزوج أيضا لا يغفى الحق الزوج ولهن مثل الذي علينا بالمعروف والرجال علينا درجة فكون المرأة لا تعطي زوجها حقوقه فإنها تكون آثمة فلا يجوز لها أن تكذب عليه من أجل إسقاط حق يجب عليها له قضية أن المرأة تكذب على زوجها والزوج يكذب على زوجته من غير ما يكون هناك ضرر جاءت به الشريعة مع أن بعض العلماء لا يرى ذلك وإنما يرى أنه متى ما كانت هناك مصلحة وكان فيها ثورية وإلا فالأصل في إقامة البنية البيتية الأسرية الأصل أنها لا يمكن أن تقوم إلا بالصراحة أما كون المرأة تخرج من غير إذن زوجها أو تكذب عليه فإن هذا لا يجوز لها ثم ليعلم أنه ما من بيته إلا ويكون فيه مثل هذه التقلبات فأحيانا قد تخطئ المرأة على الرجل ويخطئ الرجل على المرأة إذن يُفترض أن من وقع عليه الخطأ أن ينظر في أفعاله ربما أن الخطأ الواقع ليس جوابا لهذا الرجل لا وإنما لجميع المشاهدين يعني ربما أن زوجتي لا توافقني في بعض الأشياء أو أن تصدر منها بعض الأشياء التي لا تلائمني وأرى أنها أسقط حقا مني يُفترض أن أنظر لنفسي ربما قد تكون عندي أخطاء أو أنني مقصر في حقوقها وكذلك العكس بالعكس وبالتالي فإن الزوج والزوجة إذا لم يتغاضي فإنه لا قرار للبيت ثم أيضا ينشى من خلال المشاكل لابد من التغاضي ولابد من التغافل لمصلحة البيت حتى لمصلحة صحة وعافية الإنسان الإمام الشافعي رحمه الله قيل له يقال إن التغافل نصف العافية يعني كونك تسمع بعض الأشياء أو ترى بعض الأشياء كأنك لم ترها وكأنك لم تسمعها قيل له إن التغافل نصف العافية قال التغافل هو العافية كلها لأن من دقق في كل شيء تعب لكن على هذه المرأة المسؤول عنها يجب عليها أن تتقي يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في حقوق زوجها